وزعت السفارة اليابانية عن فوضية سامية العموم التحدى لشؤون اللاجئين بصنعاء ملابس أكثر من 200 ألف قطعة ملابس لـ 63 ألف من النازحين من مدريات محافظة حجة وعبران وعدن وصنعاء إلى التفاصيل استمرارا للدعم الذي تقدمه الدول الصديقة لبلادنا في المجالات الإنسانية جاءت الهدية اليابانية المقدمة من الشعب الياباني الصديق للنازحين اليمنيين جراء الصراعات في بعض المناطق عبارة عن ملابس للأسر اليمنية المحتاجة عبر المنظمة الدولية مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيث قدم ما يزيد عن 200 ألف قطعة كماش للنازحين وذلك بالتعاون مع حكومة بلادنا هذا ويستهدف توزيع الملابس للنازحين داخليا واللاجئين في عدد من مدريات محافظة حجة وعمران وعدن وصنعاء المناسبة هذه هي مناسبة سعيدة تبين عمق العلاقة بين الشعبين والحكومتين اليابانية واليمنية نشكرهم جدا على هذه وهذه أول مساعدة عينية تأتي بهذا الشكل نحن اليوم في حال تتشين لهذه المواد ونتمنى أن تنال رضا النازحين بهذا الأساس دور المنظمة العليا أو المنظمة السامية للشؤول لاجئين دور كبير جدا وأساسي في مجال مساعدة النازحين وبدون بصراحة لم تكن الحكومة اليمنية قادرة على إيواء النازحين ومساعدتهم في هذا الجانب دولة اليابان الصديقة جددت دعمها لبلادنا في شتى المجالات واستمرارها انطلاقا من عمق العلاقات اليمنية اليابانية المتجدرة كون اليمن له مكانة الخاصة لدى الشعب الياباني وحكومته الرشيدة والذي يهلي اليمن جل اهتمامه ومحبته ومسانده